بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى على افضل الصلاة والتسليم سلام عليكم حبيباتي مرحبا بكم معايا في هاد الفيديو جديد ان شاء الله تلقاكم بخير توحشتكم بزف بزف الفيديو تعلنهار اليوم راح تكون متنوعة قصرة وصافات افكار تعرضات تقديمات خطبة عرص بقاف المتابعة هاكده بش ما ترطيو حتى حاجة ورح نبدلكم باول الوصفة اللي كنت يعني حنديرها بش نحطها للضيوف ديالي في الاخر ما كتبت لهمش رح نعطيكم التفاصيل فيما بعد المهم كلي كان عبارة خيتي على تشيس كيك بذوق الفارولة وذوق الشوكولة لي يعني يحيكون بارد ومنعش ويجي هايل هاكده نقدرو تاني كيما قلت لكم فكرة نقدموه للضيوف ديالنا خاصة هاكده في فصل الصيف نبدأوا على بركات الله في طريقة التحذير اول حاجة نحو نحضروا مع بعض القاعدة تشيس كيك ديالنا اللي يكون متوفرة عندكم رحيتوا في الاشواخ عدنا حوالي 150 جرام قاطو يعني لحساب لومول اديالكم انا القطر تاع المول درتو 22 سنتيمتر زيتلو حوالي 100 جرام تاع زبدة دايبة رحيتهم كامل مع بعض ودرتو في لومول اديالي كي ماشتوا معايا نروحو دوك نحضروا للكريمة اديالنا لي فيها كاس حليب بارد مع كاس غبرت شانتيي نضربوهم مليح مليح بالباتر حتى الكريمة ديالنا تطلع ولكن مش حتى تطلع بزا بزا لانو ما زي نزيدو مكونات واحد اخرى ونحن نزيدو نخلطو في نفس الوقت رحات تطلع المكون اللي ستودوك هو جبنة الماسكاربون اللي ممكن تعودوها فخوماج دوغيجي هنا درزوج مغارف كبار يكونوا مع مليح مليح ودربت حتى ادخل كامل هاداك الجبن في الكريمة ديالنا في الاخر كامل نزيدو حوالي 60 جرام تاع شوكولا ببيضة اللي نكونو دوبناها في حمام مائي ونسنوى عليها تاخد شوية درجة حرارة الغرفة باش كينديروها على الكريمة كشون مايش رايحات تتجمد وطبقى توجوغ يعني الكريمة تاع شيس كيك ديالنا عندها هاداك القاوم الكريمي كيماشتو معايا الشوكولا البيضة نزيدوها شوية بشوية واحنا رانا ننخلطو حتى نحطو كامل الكمية ونتحصلو على واحد الكريمة وش نقولكم كيماراكو تشوفو معايا الشوكولا البيضة هادي اللي درناها راح تعود لها جيلاتين اللي ما درناهاش وتخلي الكريمة ديالنا متماسكة هنا يا ازت قطع تاع فارولة اللي كنت قطعتهم الى مربعات تكون صغيرة ونحطو طبقات الكريمة ديالنا فوق القاعدات اللي حدرناها مقبل اللي درناها بالقاطم نمشيوها مليح مليح خاصة على الجوانب ونبعدها نغطي هنا يا لومو الأديالي بهكدا فيلم أليمانتر وندخله للمجمد على الأقل حوالي أربع ساعات هاكدا باش الكريمة هادي تحكم روحها هنا يا الطبقة الأخيرة اللي كانت عبارة لشوكولا اخديتنا هنا خليط تاع شوكولا وللاباتا غلاسي تاع شوكاس دلت شوكولا نواغ بسكو بزاف بنينا ودلت معاها تاني شوكولا بالحليب عندي تقريبا هنا يا وش نقولكم حوالي هاكدك ميو وخمسين جرام تقريبا هاكدك تاع شوكولا يعني حبيت ندير طبقة تكون مليحة باش هاكدك تجيب بزافة بنينا ودلت معاها نص كاستا كرام فخاش دخلتهم مباشرة للميكروند بعد ما كمشتوا معايا قطعة شوكولا ديالي إلى قطعة صغيرة شوفوا هناك كيفاش نخلطوهم شوية وتمتم ونحن تحصلوا على واحد القاناش شوكولا جي لامعة وتمتم توجد يعني لا فرن لا والو كلش في الميكروند اهنا يا بعد ما جازوا شوفوا معايا اربعة ساعات خرجت تشيس كيك متل لاجا ولا من الكونجيلاتور نفرغوا مباشرة شوكولا ديالنا كيما راكو تشوفوا معايا نحاولو نوزعوها مليح اذا كنتو حبي نطحلكم على الجوانب مشيوها هاكدا بسباتول باش تتوزع لانو الكريمة هاديك راهي جامدة راهي باردة غينفرغوا عليها الشوكولا كشوكولا هي رايحة تحكم اهنا يا احسن انتم تدخلوها لتلاجات زيت عودا ديك الشوكولا تحكم روحها باش تقسموها انا هنا نظرة اللي ضيق الوقت قسمتها مباشرة نشوفو معايا هنا هاد الخطوات كامل كي قسمتها اه كانت يعني نهار واحد اخر لاني كي جاو ضيوف ديالي جاو شوية بكريهم الحقج باش نكملها لديكوغاسيون وندير الشوكولا مي انا مقدش نحط لكم الوصفة نص قولت نكملها لكم هاكدا باش انتم ما تستفادوا وهيلي كانا النتيجة جت من اروع ما يكون جي باردة منعشة اتوالة مع هاد سخانة هادي اه هنا يا اخواتي كملت شغلين يعني نبدأ نشارك معاكم النهار اللي جاوني فيه الضيوف واش درت كامل واش وجت يعني كامل التحضيرات اول حاجة بديت في شغلي كانوا عندي حواجة في صالدوبة ما نحبش نخليهم في السلة سيختوا الى كانوا بزاف ارميتهم داخل لاماشين درت الوجال ماشين ديالي تاع لايف اللي راهو بلعيط واش نقولكم يا البنات عندو واحدة ريحة ما شاء الله ويخرج روعة 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 هادا الوجال داروه جديد ما ميجي تقيل يعني دارت شركة لايف داروهم ما شاء الله مع المناعم الملابس اللي ما نستغناش عليه اللي يعني صراحة اكثر من رائع درتها قدقت قريبا نصبوشون واخليت الحواجة يتغسلوه وراحت هنا نكمل ندور معا شغليك وتعرفوك يكون وعدنا الضياف طيح علينا هادك الشطارة وهي لازم الطيح باش نستقبلو الضيوف ديالنا كي ما يلزم الحل هنا يا خيتي جست للسانو جوز كامل للغبرة جوز الاسبيغاتور لاني كنت نهار من قبل سيقت كامل كي ما يقولو سيقت كامل بالطبع واشنو هنا يا ببرك عاودت اللاتاب لك تعفو دلاري يدخلو الموسيو بلاسو وغيره هنا تاني يقعدو يتفرجو يلعبو دونك عاودت مسحت شوية الاتاب باسكو فيها الليزم بخانت على يدي ويبينسو قدرت المعطر ديالي تعستيك هادا ليجي هاكدا بليباتوني استعملت هادا اللي راهو بلاعطر تعلا مونج واش نقولكم يعني هادا هو البخيفيغي عندي كامل في العطور صراحة انا عجبتني الريحة ديالو ننصحكم بيه البنات ميم ضيوف ديالي عجبوهم بزا بزا نيسو يقتوك تحطو هاكدا في الصانو هادوك الاعواض تواعكم مره على مره قلبوهم بشغل بشي تشمخوا بيهن بشي تلقو لكم الريحة رح يديروا واحد الريحة بزا هايلة ومونعيشة تاني مبين التحضيرات هو هاد الليسخة داتا السالون اللي تحصلت عليها من عند لا باج فيسبوكي انستاغرام بيستهم اللي جيبنا دي من ديكورات هاكدا للدال اللي لسخ الكادغ ولي كنت شاركتكم ديجا من قبل الليسخة على الشامبغة ديالي معا اللي فييوز وبزاف اللي اعجبوكم وطلبتوهم اليوم ستشكت معاكم هاد الليسخ باسكو عجبتني لها كاليتي بزاف بزاف وعجبني تاني الشكل ويتاني حسيتو الليسخ لي كشغول يدومو حاجة بزاف شابة وحاجة تاني اللي سهلة في التنظيف ديالها كي مرا كنت شوفوا معايا يجي هاكدا شتو هاديك العفسة دوغي هاديك تقدرو مام تنحوها يعني هي شابة ميلي حب حاجة بزاف سامل راهي تتنحها راهو كامل الزجاج كي ماشتو هاولي كيفاش يتركب هنا هنا كنا يعني نحينا ضو باش المسو يعلق الليسخ على بيها الاكالتي ديماج راهي تبدلت شوية هاولي كيفاش يتركب نحو هاديك لادوي نحطو هادوك الزجاجات في زوج ونعودو نغلقوها ومباد نحطو اللي لومب دياولنا هاوليك هنا الليسخ بعد ما يعني حطيناه كامل ثوما بيانسور راح يجيكم ديمونتي راح يجيكم بيها انبالي باش ما يتكسرش معاكم انا هاكدا راهو يعني الحقني هاكدا بهاد الطريقة شوفو ايه تعلقتاني بكل سهولة راح تشوفوه معايا الشباب ما شاء الله والحاجة المليحة في هاد الليسخ اخواتي انو كيشعل في هاك شغل نيفو عندكم كيتشعلو هالمرة اللولا ايجي كشغل بلبيض ومبعد تطفيو تعاودو راح يجيكم صفر يعني بليوكلاخ شوفو هنايا جابلبيض دوك ايجي بلصفر ان شاء الله راح يبان لكم وبعدها ايجي صفر شوية كلاغ تاني يعني انتو ما ترقليواها على حسب الدول اللي راكو حبينها وفيه اللاد فليكوتي كيما قلتلكم سهل في التنظيف ديالو عندو هادلي بول شغل تعال كخيصة اللي رامها بطين بزاف شباب يعني حاجة ما شاء الله بنسبة للسعر ديالو خياتي دارزو جملاين اميتين وثمانين الف والتوصل راهو مجاني لكامل ولايات الوطن راح نخليلكم اللي ليا تاع الاباج باستهم تاع انستاغرام اي فيسبوك باش تشوفو كامل ووش عندهم او يمكن تستفسروا على اي حاجة ليس خوش نقولكم انا عجبني مام الضيوف ديالي كيشافوها هبلو عليها عجبهم بزاف بزاف حنشارك معكم كيما قدكم هنا خياتي يعني ووش درت ووش حدرتو كامل اول حاجة حبيت ندير الضيوف ديالي هاد لكم كونفيتور تاع الفراولة اللي راه دوكا وقتها والي راه بالثامن معقول جدا نبروفيتي ونديروه مرباص ونع منزلي يعني راح يكون مبنين بدون مواد حافظة يجي من اروع ما يكون انا شخصيا هدا هو هدية كونفيتور اللي نموت عليها كامن بينجال يعني كونفيتور تاع الفواكه نال الفراولة ديالي غسلتها بيا عقمتها بمغرفة كبيرة كونفيتور شللتها قطرتها بنحي وبينسغ هدوكي الوريقات ومن بعدها اينا اوزنتها طاحت لي كيلو تلتمية غرام قليلا درت عليها حوالي سبعمئة وخمسين غرامwe سكر انا هنا نقصت السكر كينلي في في كيلو يديرو سبعمئة وخمسين انا هنا نقصت شوية السكر كما قلت لكم في كيلو تلتمية غرام درت سبعمئة وخمسين غرام بتاع السكر ووجيت هيلة يعني تاني مشي حلوة بزاف هنا شوفو درت عليها عصرق راس ثاني وخليتو واحد ساعة برك يعني صراحة ما بيتوش طيبتو غير على ساعة وجام ما شاء الله يعني اللي تحب تدير هاد لكم في تور دفخاز مشي لازم تبيتيها ليلة كاملة اوقع يعني تمتم تقدري تحضريها هنا شوفو حطيتو بعد نجرة ديالي فوق النار نقصت لهالنار من الاحسن استعملو حاجة تكون شوية تقيلة بالنسبة للرغاوي خياتي ما نحيتهمش خليت حتى الفراولة ايقريب كامل نطفي عليها باش بديت نحي فيهم هنا يا شوفو كيدخلها الطياب وتحصلت على هاداك القاوة من المطلوب ولوسيرو هاداك اخدك شغل تقال شوية بيانسور لازم ما يكونش تقيل بزاف 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 باسك تعرفو غير كيدبرد لاكون في تور ديالنا راهي رايحة تاقد يعني ننتبهو مليح مليح لهاد الخطوة هادي هنا شوفو بالنسبة لهديك الرغوة انا شوفو يعني النص تحدي جاورة حفلي كوتيكي ما راكوت جوفو راه ولاسق واللي بقت نجيبها كامل في الوسط وننحيها طريقة بزاف سهلة وشوفو هنا النتيجة كيفاش يجي كوشتوا معايا تاني عبصتوا بهذاك الليك خاص تعال البطاطا باش الفراولة يعني جي وعندها واحد القاوة بزاف هاي يعني ما تجي حبات حبات وما تجي كشغل مرحية مليح مليح واحد القاوة روعة 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 تحبو تخلوها حبات لكم الاختيار تحبو ترحوها تاني كامل لكم الاختيار عمرتها في بلارات مع قمين الله الله ونحطوها في التلاجة يعني تقعد معاكم يعني سنة كاملة ما يصرى لها والو هنا فطوري كان عدس كماشتو غلقت الكوكوطا هادا واش يسلك وقتها قدر ضياف وكامل هنا درت هاد لي فيغين تعال الحميس للضيوف ديالي وش نقول لكم صراحة والله ما نزخ حاليكم بصحة عجبوهم بالزبزة وما كنتش يعني نسنة يعجبوهم يعني لهاد الدراجة هادي شويت الفلفل كماشتو درت خالد تع فلفل حلو خضر والحمر ودرت معاهم الحار تاني شويتهم انا حبيت نشويهم هاكدا مباشرة على النار اكيد باش تجيل بالناخير واخير ومبعد درت طوماطيش معا سنينة تعتو مكترش بزاف التوم باش ميجيش يقهم قليت قبل هادك الطوماطيش معا شوية زيت ومبعد هادك الفلفل نقيتو الفلفل اللي بنات كين شوية ما نغسلوش يعني نحاولو برك نحولو هادك القشرة بلا ما نغسلو باش تبقى في هادك الريحة تعشوها وبعد درتو ملات طوماطيش كيماشتو بعد ما قطعتو خليتو ميطيبو على نار قليلة قطيتو باش هادك الفلفل يدبال مليح ما يبقاش كشو اللي يغزغزها هادك تحت لساننا وقدمتو بعدها بزيت الزيتون زيتلو الطون اللي بنات تع الطوماطيش اللي اعطالو بنا بزاف هايلة وقدمتو معا كسرها فطير اللي قطعتها كيماشتو معايا مو تلاتة تكون قطع صغيرة دوك احنا انا رجيت للصالون تاني باش نكمل التحضيرات انا شوفوا كمانديت هاد لاناب من عند بصمة حرير اللي مرفع نتعامل معاها رح نخلي لكم تاني لوليان تعلا باشتحها فيسبوك اي انستاغرام في صندوق الوصف اه كمانديت عليها هاد لاناب هاد لابودغي الشابة هادي جبتها في البلان اه همليك البنت ارقام الهاتف ومقدمكم الى كنتوا حبي انتم ما تاني تطلبوها عندكم مناسبة ولا حاجة اه وش نقولكم راقية فاخرة بالطبع باديك لابودغي لي بزاف شابة وكمانديت عليها تاني هاد ليدغا تعلموا لدي يلي هبلون يلي هم ولادي حتى جبتهم لهم نسبكو قبل اهنا في لاناب شوفو يعني دلتها طبعا لديمانسيون كل واحدة ولا تابل ديلها تحبو هكدا يعني اه لسالون تحبو الكوزينة ولا يعني ما شاء الله مام للكوزينة دزدول هادك طوال سيري اللي جي تخانس باران راح يعني تبقى لكم نقية وتبان بزاف شابة ميل السالون سي خير احسن واحسن واحسن هادوك طريشنات لي فيهم لا مام بوضغي لي كاينة في لاناب هاكوشتو يعني مام لقماش سبيسيال منتاع لاناب واحد لقماش ما شاء الله مام في لغسلتها وشوفو انا كانت طاشات لي كي غسلتها لي طاش هادوك تمتم تنحاو هايليك شوفو الكاين مام لابوضغي على في لكوان تاع لاناب شوفو الخدمة خياتي والله غربيان فيني ما شاء الله هاني نخلي لكم هنا ارقام الهاتف الى كنتوا حابين تطلبوها راه يدير التوصل لكامل ولايات الواطن ام لاناب على السارع نشارك محاكم اللي ضغطة المولودية ليهبلوا عليهم ولادي ولي هبلوني عليهم هامليك هنايا المولودية راي دايرا حالا على كل حال نتمنى ولهم الفوز انا من سيبورتي ووالو سيبورتي غير زير كي كنت تلعب مي ولادي سيبورتي ومولودية لهم كنت رباباهم ديرا وزعفان عليهم مي وش نديرو خلاص المولودية دا تقولوا بولادنا هاوليك شوفوا التفريشة كيفاش تجي تخرجت ما شاء الله وانكتوما تاني دا كان ولادكم من انصار المولودية هامليك شوفوا كيفاش يخرجوا والله غيراكوا رايح نتفرحوهم بزا 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 انا ولي دي قال لي ماما نعلقوه في البالكم قتلو تعلقوه نعلقك قتلو هادا تغطى به ماشي باش تعلقوه في البالكم شوفو خرج ما شاء الله بصحة ولي داتي وانشاء الله العاقيبة لولادكم ثم تاني تفرحوهم اهنا وبعد نكمل التحضيرات القهي والله الله نبينسو القهوة كي قربين اللي حقو الضيوف ديالي تم اللي ندير القهوة ولا دفا نوجدها ما نشعلش يعني البلاس ديالي حتى كيكونوا الضيوف فى الدار نشعل عليها النار ابتيفو ونخليو هاداك الريحة تطلع وتفحفح يعني الضيوف ديالنا يشموها تعرفو احنا الجزائريين عدنا قهوة حليب هادي تاع العاصر سيختول الضيوفو كامل شغل حاجة منشرفة حاجة عظيمة ولك شغلها حاجة مقدسة حاجة نشرفة ولي قد نقول الكلمة هادي ولا لا لا مين مهم حاجة اللي شغل نفتخروا بها بزاف بزاف وحاجة عزيزة علينا وكيم بزاف الناس يعني ما يقدروش يستغنوا على القهوة هادي تاع العشية انا بعد ما خليت البلاس هاداك رو يطلع هنا جبت لي تغموس دياولي درت لهم الرغيوة كي ما راكوا تشوفهم على كل حال كانون قيين واشنو كي عندي مدة ما استعملتهمش حبيت ندير لهم غير هاكدا رغيوة خفيفة كي ما قلتلكم هاكدا باش الحليب كي نديرو لداخل القهوة يعني ما تجيش فيهم اي ريحة كي ما نقول لكم انا دائما يعني صراحة نحرص على قهوة حليب للضيوف ديالي كي شربوها يستمتعوا بيها ردوا بالكم دونك سيغطو اللي تغموس سيغطو تاع الحليب على بالكم لو كما تتغسل شمليح راح تبقى فيها ريحة ما شمليحة ومبعد الضيوف ديالنا كي شرب هاداك الحليب القواعيان راح تكون كاريتا دونك نخليو ديالنا ولا نخليو توجوغ دي كرايات هاي لا تاقهو حليب مع الضيوف ديالنا وهنا هاي اللي كراهي طابت كي ما قلت لكم هنا يعني قريبي اللي حقو الضيوف ديالي فرقتها داخل التغموس تاني استوجدت الحليب حتى هو تاني فرقتو كي ما قلت لكم الاحسن هادو ما نخليوهم اخر دقيقة باش تبقى ريحة ديالهم هام لحقو هنا الضيوف مرحبا بيهم مع سلامة ومرحبا بلي جوجب كي ما يقولو صادقتي ولا صادقاتي قو ايدو سرغ وصيهم صاحبات لي كولا غوز بلانش جات الاختاني تعلق قو ايدو سرغ ولامامان ديالها اللي من المتتبعات الوفيات ديالي لانحييها وكانت حابة تشوفني وفرحت لي يعني جات وكي ما يقولو تلاقينا وفرحت بزاف صراحة بالدخلة ديالهم وقصرة على كل حال والامة هادي كنت عارفو ماناش نتلقاو بزاف هوقا مرحبا بيهم عسل اهما سيختو سيختو وش نقولكم الدخلة هادي كلي كانت ويعرة صراحة ما كنتش نسنا في قو ايدو سرغ تديرلي هاد المفاجأة هادي هنا كنت شوفو الطاولة كيفاش الله يبارك يعني من كل خير يعني يعطيها الصحاق ويدو سرغ انا كنت دلت هاداك مخيطو تعال القارس تشيس كايك كي ما قلت لكم اللي حضرتو مي الله غالب جوني شوية بكري بس كي هما كان عندهم ضروف دونك الله غالب مقدروش كي ما يقولو جوي جوي هكا كزوجو نص ثلاثة جوني شوية بكري وانا يا هاداك تشيس كايك لو كان قسمو وكان ما زل محكمش روحو يقدر يفسدلي دونك هاداك تشيس كايك تبل ضويف وحد اخرين كنتاني دلت لهم سفنج كان خمر وكلش مي كي جو صدقوني شغول كان لازم علي نقوم بيهو مع التصوير وقا وكتعارفو يدو واحدة دونك ما قدرش باش نقليه الله غالب كي ما يقولو كل حاجة بالمكتوب نقولو للموفيد الحلويات تعقو ايدوسوغ الحلويات التقليدية الجزائرية نقولو اللواحات الفنية اللي رايه هنا امامكم لي والله غير الصورة تعبر على نفسها يعني واحدة الحلوة كي ما را كنتشوفو الخدمة يعني قو ايدوسوغ توجور عندها جديد وعندها اللمسة اديالها وتوجور مملي كولو كي ما كنتشوفو الطليا تعلق عليش هذيك الاكولور فيرت بزاف شابة يعني حاجة ما شاء الله مم حلوة اخيتي تخدمها غير بلي بخودوي بخومي شوا يعني كي تاكلو الحلوة تحت تحسو بلا ديفيرانس وتحسو بالبنة وتحسو بهادك المواد الفاخرة اللي تخدم بيها جابت معها تاني هاد لابيراميد تعليدات فوقي تاني شوفو حاجة ما شاء الله فكرة بزاف هايلا للناس كي هكا تروحو تدوم هيبة ولا خطبة ولا قطع الشرط تاني تدوها في يدكم حاجة بخيزان طابل يعني صدقوني راح تكون حاجة فخمة فاخرة يعني تدوها في يدكم فكرة بزاف هايلا فكرة لي فريمان تاني دات لي عقلي لي هي هاد لبنة يدو فخوي تاني لي خدماتو قو ايدو سر بيديها شوفو لي فخوي هادو ما اش دي ولا هفو الاش دي ولا تخوها دي المهم يحبو ينتقو من الاسف كاتنسات هادو كتيكيات لي جوف لي فخوي وميتباعو نسات ما دارتو مش الله غالب المهم سليلة هادك خرجت تتهبل ومبعد عدنا تاني هاد سليلة دو زيام هادي لي كانت حاجة مواع السالة وحاجة تاني من اروع ما يكون لي كانت عبارة على سامسة دارت سامسة ميني سامسة ودارت دي سيقاغ تاني بدي يولو كامل ودارت لهم القاعدة بالنوغة مع هادك تاني كامل هادي كانت نوغة حاجة تاني وش نقول لكم بنا اعلى بنا قلت لكم هنا دارت الموخي طولي تاني الحمدو الله يعني وش دارت لهم مع جبان مالقغي ما كانش حاجة كبيرة لكم حطيتها قلت لكم كوت راح نقدمها مع السفن جميع اكما كتبش الله غالب دارت هنا يا دارت لهم صالات دو فخوي والحميس هاوليك اللي دارتو هاكدا في الفيغين وعجبتهم بزاف الفكرة وجا تاني كيما قلت لكم كيقدر قدمتوا مع هادك التونتاع الطوماتيش جا ما شاء الله دونك هادي هي الطاولة اللولة لي كانت ولا لي قدمتها مع المخي طو هادا هاوليك اللي كيما قلت لكم جا ما شاء الله جا ايشاهي بالنسبة للوصفة دارت حبا قارس لي كنت قشرتها نحيت لها كامل هادك البيض ليطلق المرورية دارت لها عاصير القارس هاكدا كبير يعني كان عندي في المجمد ووريقة تعنعنع لي لازم يكون جديد شوية سكر ما بارد بيا انجلاسي خلطتهم في البلندة وجاو تاني مخي طو بزاف هايل هادي الأخت تاع قو ايدوسر لي قتي لازم تحطي لي الوصفة وانا الله غالب ما صورتش مياني اعطيتها لها هاكدا يا شاء الله كيتشوف لا فيديو رح تاخد فكرة على الوصفة هاملي كلي صالي تاني لي دارتهم قو ايدوسر جاو بزاف هايلين هادو ما دارتهم بالخبز تعالي لي جا داني روعة لي فارس كانو بزاف هايلين ام بعد وقت القهوة بالحلويات لي لي تحب تنتق يعني شوفوا ما شاء الله الباجعة هادي كل البطة دايمن حاضرة لمسا تعقو ايدوسر لي شاركتها دي جا معاكم الحلويات كامل بالطبع كي ما قلت لكم لا فينيسيون اللي يعجبني تاني لكولر خيتي شوفوا كي ما هادو الكعيكات بهاديك لكولر كين هاد لعبول تاني شوفوا تاني تماشت مليح مليح مع لكولر شو اللي رايحة في الضوغي مع لكولر تاع هادك لعبول بخيستيج ولا تفاحة بخيستيج يعني دارت واحد الحلوة روعة 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 لبناء تاني حا نقسم لكم طبعا اللي عندو مناسابة ولا عندكم معرضة بيانسو قدو كان مقابلين على وقت الافراح الاعراس النجاحات وكامل ان شاء الله ربي دوم الفرحة علينا وعليكم اذا كان عندكم هاكدا مناسابة وحبيتو تكمانديو عليها خاصا اللي يكمانديو عليها كمية كبيرة كي ما قولو كمية تعفر حولا راه يدير تلكم بخوموسيون سبيسيالما لكم انتوما جو ايدو سر تاني تدير لي فورماسيون إلا كنتو حبي تتعلمو هادك لباني كيفاش يتخدم راه يدير فورماسيون هادك لباني تاني تا ال تاخرال السامصة هادك تاني راه يدير فورماسيون مم الحلوية هادو كامل يعني راه يدير مم دي فورماسيون خياتي هاي لي كنا الحلوة كنتم هادر أمامتو كنا نقسمو نشوفو يعني تعرفوني نحب نقسم لحد الاحلوة ما نقدش نهدر لكم ونقولكم bite mijnina وبلا يعني مندوقها ولا بلا ما نقسمها عامامتو نحب نوري لكم كامل لي ديطاي شوفوا معي هاد الحلوة اللي راه مؤخرا ديرها حالا والله ما علا بالي وش اسمها كتبولي فلي كومنتر وش اسموها هادي درتها بنوات كاجو كي مراكو تشوفو بجيب هادوك الخيوط وكامل تاني درتها بهادوك اللي سوريز من الفوق خرجو روعة اهنا يا هادا العش البولبل يجيك شو النقاش يجي مع السل ومبعده في امبول بالقطايف فارسي هادا تاني درتو بنوات كاجو تاني حاجة واحد اخرى عجال ما شاء الله نروحو ليفخوي تاني ليفخوي جو روعة روعة شوفو الطراوة يعني تتكلم وحدها وحدها بهديك لافخص ولا ديكوراسيون اكوشتو يعني ليفخوي يحبو ينطقو عدنا تاني العريش الطلياء الدوب فليد قبل ما توصل للفم لافخص تاني طريا والزيريات العشق العشق ديالي تا الزيريات اللي نموت عليهم هي تخدمهم بهدك اللوز ليكون الرقيق ومبعد يجو مع السلين ووش نقولكم طريين طريين والله يا البنات غري يدوبوا في اليد قبل ما يوصلوا للفم عدنا تاني القنيد لاتلي جو تاني شوفو الله يبارك الحبة جو عاليين ما شاء الله يعني وش نهضر لكم ووش نخلي حلويات قمة قمة في الاتقان في البنا في كلش ما شاء الله عندها تنوع كبير يعني قوي دوسو ووش تحبو تلقاو عندها لم ليسالي ولا من الحلويات ولا من المواعسلات كما قلت لكم اي حاجة راكو حبين تتعلموها تقدروا تتواصلوا معها من خلال ارقام الهاتف اللي رام هنا في الشاشة ولا من خلال الباشتة حتى انستاغرام اللي راني راي حنخلي لكم لوليان ديالها في صندوق الوصف انا شوفو هدو كليف اخويت اخوا دي ولا اش دي ولا شوفو كيفاش جاو جاو شوفو دي حبة تتفاح والله غير تقولو حبة تتفاح تعالصح هنا لا فخص لدارتها هادو ماخيتي شوفو بزاف بنان هي شغل بدلت فيهم شوية لذلك صراحة عجبوني انا كن دقتهم من قبل ما عجبونيش بزاف شغل الشكل براكمية تعقو ايدوسو جاو روعة روعة جاو من اروع ما يكن احنا يا من قوت هذا كل فنو يعني اللواحات الفنية اللي كانت كامل كنا نصورو يعني ونخلو دي سوفو نيغتع هاد اللمه هادين ان شاء الله ربي دومها علينا وعليكم واختمنا القعدة اديان نابلتين مشيحة ونستميازم دلها كادو كامل كريس نوفيا قالك مانو مازلنا المسادي مدل هذا وارا تاني اعجبهم الحمد لله الله غير تأسفت لي مقدرش يعني نكمل نحضر لهم وش حضرت ايه الله غالب تاني هذ اذك حبامل ااatorium ده صابره كانت هذه هي Loreна فيديو تعناتا انهار اليوم اقولكم شهيدكم في الجنة وحبكم في الله في امان الله شكرا